ترى معهد القمة العالمي في الولايات المتحدة أستاذ الاستعادات السنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور زياد نواف دويري ضمن أفضل مئة شخصية طبية عالمية للعام 2021 وقد جاء اختيار الطبيب دويري بعد مساهمته في تطوير مهنة طب الأسنان محليا وعالميا وفقا لما قاله الطبيب لرؤية يذكر أن معهد القمة العالمي هو مؤسسة علمية متخصصة في تقديم الرعاية الصحية على المستوى العالمي وتضم علماء من مختلف القطاعات الطبية في العالم ويختار المعهد سنويا شخصياته على أساس الدرجات العلمية ونوعها والتمييز الإكلينيكي والابتكار والبحث العلمي باستخدام التكنولوجيا المتطورة والقيادة وريادة الأعمال تم تصنيفي مؤخرا من معهد القمة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أفضل مئة طبيب ممثل عنان الأردن كطب أسنان طبعا هذا المعهد مقره في الولايات المتحدة الأمريكية ويهتم بشهون العلماء والباحثين والأكاديميين الرواد في المجالات الطبية سواء كان في الطب أو طب الأسنان أو التمريض أو الصيدلة أو بقية المهنة الطبية الأخرى في جانب التحكيم أعمل محكما للعديد من مجلات طب الأسنان وفي التركيبات السنية وبنفس الوقت أتصدر قائمة المحكمين في مجلة الاستعاضات السنية التابعة للأكاديمية أو الكلية الأمريكية لأخصائية الاستعاضات السنية أنا حاصل على ست جوائز عالمية واحدة منها من جمعية كلية طب الأسنان العرب وجائزتين من الاتحاد العالمي لأبحاث طب الأسنان وجائزتين كباحث متميز من المنظمة الدولية للرعاية الصحية ترجمة نانسي قنقر